موسيقى 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 في الدرس الرابع سنتكلم عن الماضي التام بالامتحان ينطيك جملتين وبها بعض الدلالات التي يمكن أن تستخدم بها الماضي التام وجملة الثانية القوس الثانية لتخليه بالماضي البسيط بشكل عام كمعلومة لا تفيدك وزاريا الماضي التام اللي هو الـ Past Perfect الذي يتكون من هذا التصريف الثالث هو يكون أبعد من الماضي البسيط فالغاية أن نستخدم الماضي البسيط والماضي التام أن نبين دائما أي الحدث الصار أول فمن تستخدم ماضي بسيط وماضي تام الماضي التام هو دائما الحدث الأول فعلى سبيل المثال بعد أن أتحدث مع المدرس فأنت أخرى يعني الحدث الأول أن أتحدث وهذه المدرسة هذه المعلومة لا تفيدك وزاريا والتي تفيدك وزاريا هي الآن اللي سنصلف بها التمرين لسن 9G اللي هو بصحيفة 114 بالكتاب كفكرة التمرين أنت ستكون عندك جملتين هذه جملة وهذه جملة هذه سنسميها جملة رقم واحد وهنا سنسميها جملة رقم اثنين كذلك هنا عندك جملة رقم واحد وهنا عندك جملة رقم اثنين من رح تشوف أو سو سنسميها مل او بها حرف او مباشرة وراها رح تستخدم هذا القوس رح تخليه بالماضي البسيط يعني تسويه ماضي يعني شنو ماضي؟ يعني إذا عندك جو رح تكتب ويند إذا عندك ميت رح تكتب مت إذا هنا عندك جو بالقوس بالامتحان رح تكتبها ويند إذا عندك ميت رح تكتبها مت هاي شوكت من أشوف بفور أو سو هاي بها او القوس اللاخ اللي رح تسميه القوس الأول رح تكتب هاد وتنزل التصريف الثالث للقوس يعني مثلا إذا عندك هنا سبيك رح تكتب له انزل الهاد وانطي التصريف الثالث ما لسبيك هو التصريف ما يجيك خارجي ركزي بس على تصريف الكتاب والتمارين هذا اللي رح يجيك منه إن شاء الله أدوات اللاخ عندك after و because شوف هاي الكلمة ما بيها او مو مثل before because ما بيها او من تشوف كلمة ما بيها او القوس اللي وراه بالعكس رح يصير هنا مو ثلاثت او هنا خلال تكتب هاد والتصريف وهنا رح تسوي الماضي قوس الثاني الي بقوس الاول هنا فعندي هناك كلمة ما بها او رح اكتب هاد والتصريف والقوس اللي اخ رح يسوي ماضي هنا ما عندي او اكتب هاد والتصريف وهذا رح يسوي ماضي أустاما أن هذا من الألوال عن الوير والاس قيم إ تعbesondere هنا حيث ترعت بداية الجمال فعن ان تأتي بداية الجمال إسنة زمن الماضي سيد'll R الهاد LilyPay مثلierte After because قيم إ تعلى البداية JerryPay سي Fifty و الماضي مصير ناخذ مثالين وزاري فراغ الوغا ويقف فتح القوس السيقف حيث بان سوف اعرف الموضوع سوف اعرف الموضوع من نصة السؤال واضح كل شيء راح انطيلي سوف اخذ قطع صلاة في الباضي قبل بإمكانكم أحد الأفعال في الماضي وقبل والآخر والآخر فعل الله الذي قوس اللآخر في التفاق الصلاة الماضي التام كما خدقي ما الخدقي مع المعادلة PAST PERFECT هو اللي هاد هذا PP هو نسميه PAST PERFECT PAST PERFECT طيب شون يعني اعرف هذا PAST PERFECT و PAST SIMPLE طبعا هذا هو الماضي راح اعرف PAST PERFECT من راح اشوف AFTER O BECAUSE فوراها راح تكون مباشرة راح استخدم هذا PP يعني هذا هو PAST PERFECT من راح يكون عندي بFORSO جملة بها O راح اساوي الوراها ماضي مجرد ماضي بسيط قوس اللاخ راح اساوي هاد و PP اللي هو الماضي التام يعني ممكن تحفظ لك وحدة انت والباقي حلها عكسة من راح تشوف O اساوي القوس الوراها بالماضي البسيط والقوس الثاني راح اكتب هاد و PP طيبان هنا اسا عندي هاي الجملة الوزارية The wedding go well because they organize وبقيت الجملة everything ما مهمة اعطاني اسرية السؤال PAST PERFECT من اشوف هاي الصيغة الوزارية دائما انتبع ادور على الادات 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 وين ها هنا؟ انطعني BECAUSE هو راح يطيني واحدة من هاي الادوات الاربعة اللي هي Before او So او After او BECAUSE طيب هنا عندي BECAUSE كلمة ما بها O اذا انش راح اكتب وراها راح اكتب وراها هاد وانزل التصريف الثالث من الorganize انزلها نفسها بس اضيف حرف D اللي هي Organized طيب حليت وحدة بالهاد الorganize القوس الثاني راح تسويه ماضي فراح تنطي مجرد الماضي مالته راح يكون عندك WENT بهالطريقة هاي يعني الادات هي راح تحدد للزمن لو اجدت هذه ال BECAUSE بالبداية راح تكون هاد وقوس الثاني ممكن يكون ماضي يعني وينما تكون هاي الادوات تسحب الزمن اللي وراها الجملة الثانية الوزارية After we speak to the teacher we leave انطالي نفسها السيغة الوزارية Put one bear in the possible وانلاحظ ليها بالpast perfect طيب هنا الادات شوف اين اجدت اجدت بالبداية After طالما اجدت بالبداية اشوف كلمة ما بها O اذا راح تكون شون القاعدة هاد والتصريف الثالث انزل الهااد وانط التصريف الثالث مال speak اللي هو spoken s p o k e n انتبه لي بس على تصريف التمرين حليت وحده هادو pp حليت وحده هادو pp حليت وحده هادو pp اذا اللخش ضبقه لي بقالي بالpast simple وهو راح يذكرك يا بالامتحان وقل لك وحده pass perfect ثنها هادو pp فظلت لك الpast simple الماضي البسيط مجرد الليف اسوي الماضي مالتها left l e f t مجرد الليف يعني اهم شي عندي هذا المخطط من راح اشوف before so بيها o راح تكون وراها ماضي بسيط اللي قبلها ماضي تم يعني هادو pp من اشوف after because ما بيها o الوراها ماضي تم القبلها راح يكون ماضي بسيط من السنان جي صحفة 114 ما كل الجمل مهمة انا اخذت لك اهم الجمل الموجودة بالكتاب والوزارية واللي ان شاء الله راح يجي منها عندي الجمل الاولى فراغ فراغ طيب السيغة الوزارية اللي راح تجيك put one verb in the past simple and the other in the past perfect من اشوف هالسيغة الوزارية ذكر المخطط اللي قبل شوية شرحناه طيب اذا لاحظت هنا ما عندي اي آبات لا عندي before لا عندي so لا عندي because ما انا اعرفها هو راح انطيكها السيغة الوزارية لكن انت راح تعرفها عن ربط بالوحدة الاولى هنا عندي كلمة last last يدل على اي زمن يدل على زمن الماضي البسيط يعني ياهو يعني هذا المطلب الاول طيب يعني انت هذا القوس راح تسوي بالماضي البسيط الماضي مال الميت شنو هو نحن بس اي وحدة فرح تكون عندك طيب انت حققت اول مطلب اللي هو past simple شون عرفنا هذا عن طريق الثاني مطلب اللي هو past perfect اللي تكون عندي من هات والتصريف الثالث يعني هذا الفراغ انا راح اخلي هات وانزل التصريف الثالث اللي تشينج نفسه بس اضيف لها حرف D فلاحظ اكثر التصريف منهجكم هي دائمة انتهي بD او ED اعيدها شون عرفتها عن طريق هذه الصيغة الوزارية راح نطيني مطلبين مطلب الاول يقولي past simple والثاني past perfect شون عرفتاني اول مطلب بالماضي البسيط past simple عندي last يعني ريد الماضي ميت هو ميت طيب حليت واحدة بالماضي البسيط ظل past perfect اذا القوس الثاني هو راح يكون هاتو بيبي هاشوكت هامين ما ينطيك before so after because يعني موضوع كلش سهل اذا طالك يا فانت راح تعرف مباشرة عن طريق الادات اذا ما طالك يا شوف لي last تحوليها الى ماضي بسيط والنه راح تكون change استاذ طيب بس كلمة last هي ايه منهجكم بس كلمة last بس إذا تريد حتى المعلوماتك تكون اكثر يستردي يدل كذلك على الماضي البسيط طيب after we speak to the teacher we leave هم راح ينطيني اسيغة الوزارية يقولي يوهد بال past simple اوهد بال past perfect قوس بال past simple وقوس بال past perfect وين الادات هنا قبل شوية حلينا هذا المثال بعد اكثر الشرح نكتب نكتب دائما هاد وانزل شنو التصريف الثالث من ال speak اللي هو شنو spoken بقالي قوس الثاني راح يسوي بشنو هاي سويته بال past perfect قوس الثاني past simple الماضي ما اللي بشنو هو مجرد نكتب له L E F T The wedding go well because they organize everything حلنا قبل شوية كذلك الادات وين ها؟ الادات هي because شوف ما عندك حرف O إذا انش راح تكون وراها دائما هاد وبيبي حالة حالة after فراح نزل الهاد وانطي التصريف الثالث من ال organize انتهت بمجرد اضيفلها D حرف D هذا هو التصريف الثالث لل organize بس مجرد اضيفلها حرف D طيب قوس الثاني راح نطل ماضي ما اللي بشنو هو ماضي ما اللي بشنو هو هو هنا من الكتاب الملون هاي انتبه لي على الجمع المهمة ممكن ان تأتيك يعنيها ما بتغني النشاط هاي الكتاب الملون After I do my homework I go to the sinema هاين هلا دات عندي عندي after كلمة ما بيها O إذنش راح نكتب راح نكتب هاد وانطي التصريف الثالث ما دو شنو هو انزل الدو نفس ما هي واضيفلها مقطع need قوس الثالث راح نسوي ماضي الماضي ما اللي بشنو هو when we can't get a room because we not book when like that عندي because إذنش راح يكون وراها ما بيها O راح يكون هاد تبه لي على هاي انزل not البوك تبه لي ايدي بس بوكت فلاحظ اكثر التصريف ايدي هناش راح نسوي حلية وحدة بكوز وهذا بي بي هنا راح نصي الماضي مالكان الماضي مالكان شينه هو كودينت بلخص الموضوع وبالامتحان الوزاري راح ينطيك الجملتين من راح تشوف before 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 كلمة بيها O أو so عن كلمة بيها O الآن مباشرة وراها راح اخلي القوس ماضي بسيط اللي هو past simple هذا اللي قبل القوس راح اكتب هاد وبين راح اشوف كلمة ما بيها O مثلا after أو because راح تكون عكسها مدام ما بيها O راح اكتب هاد والتصريف الثالث وهنا راح اكتب ماضي بسيط اللي هو past simple يعني عكسها فانت احفظ لك وحدة احفظ لي هاي مما بيها O تكتب وراها مباشرة هادو بي في قوس الثاني يكون ماضي بسيط خلي بالي للا after because اجت بداية الجمل راح تسحب الزمن الوراها راح تكون هادو بي بي والقوس الثاني راح يكون ماضي بسيط كذلك بالنسبة before or so اذا اجت بداية الجمل راح تسحب الزمن اللي وراها فرح تكون ماضي بسيط واللخ راح يكون ماضي تا التمرين لسن ستة بصحيفة 103 اللي هو بالكتاب هذا بصحيفة 103 هذا التمرين صيغة السؤال حسب الكتاب انه انه مطلوب منك انه معاني تنطيل هاي التعاريف هذا يجيك بلوزاريا على شكل اما ماتش او بوكس الى هسه هو جاي على شكل ماتش او بوكس هو ككتاب مثل ما تشوفه هو مطلوب منك تكتب الفراغ لكن احتمال ضعيف كل شي يجيك فراغ يعني انه انه مطلوب منك انه تحفظ هاي الكلمات الاحمر يعني هو يقولك قارب ينقل الناس والبضائع فانت تقوله العبارة اللي هي الفيري احتمال ضعيف جدا يجيك فراغات فركز لي عليها على شكل بوكس او ماتش فعندك about that transports people and goods يعني قارب ينقل الناس بالبضائع هو فيري كون مريح للغاية هو لكشرياس يعني شيء فاخر شيء رائع للنظر هو سبكتاكولر يعني رائع ومذهل حسن الضياف وهي ترحيب او ترحيب او ترحيب شيء خاص تختص به منطقة هي ترحيب التمرين الثاني هذا ما مهم هذا التمرين الوالب ما مهم من اسئلة النشاط وهذا انشاء الموضوع الريلاتفي ان شاء الله نخصصه محاضرة واحده سيكون فيديو واحده جمع الوصلية ستكون عندي هذا التمرين اللي هو بصحيفة 111 هذا كذلك ممكن يجيك على شكل البوكس او ماتج اللي هو بالملزمة بالملزمة سيكون بصحيفة 70 فعندي اولا اذا فقدت هذا لا يمكنك الصعود على الطيارة فنسميها بطاقة الصعود على الطيارة اثنين سيكون اما على شكل ماتج يضع هنا يدخل لك اي اي لستة اي بها ادة نقاط والبوردنج كارد موجودة بالبين تتعملها الصل او يضع فراع ويضع صندوق يمكنك اي منتجه هنا يعني الحصول على عطلة شتاء هي السكي ريسورت منتجه التزلج الأكشري الوضع هي فائف ستار هوتيل فندق خمس نجوم مكان لتتجه مكان البقاء حيث تطبخ طعامك ومكان البقاء الفيديو الوضع منتجه اخطيك الفناداء قادة برحلة يوم كامل هي وجهة غذاء جاهزة يحميك عند القيادة والطيران هي السي بيلد اللي هو التبرين اللي بعده بالكتاب هذا اللي هو هذا هذا من التمارين المهمة الوزارية هذا يجيك على شكل اختيارات نصا طبعا يجي فمثلا عندما تقلع الطائرة عليك هل ربط حزام المقعد او لو ارفاق حزام المقعد لا ربط تمام طبعا باللغة انجزية لدينا فاستن طبعا انا ما تعلمها كلها لا ما مططب منها كلها تعلمي لا اكو كلمات معينة سوية بلون الأحمر انتركز لي عليها من تشوفها تختار الكلمات اللي وراها فعندي مثلا ما راح اشوف سيدي بيلد دائما راح اختاروا اياها فاستن من حتى يشوف بالعربي يعني من حزام امان حزام المقعد ربط حزام المقعد فانقول الرفاق حزام المقعد ربط تكروز دا ريبر وهاد تو يعني العبور النهر علينا انه sail ferry لبورد ferry ferry يعبارة نحن نقول sail ship نبحره بسفينة لكن بورد ferry عبارة خلي بالك القاعدة اذا شفت ferry ورا القوس اختار بورد اذا شفت ferry قبل القوس اختار Operates طيب هنا عندي ferry قبل القوس اذا راح اختار Operates طيب the ferry works لبوريس تروعو there يعني العبارة تعمل و تشغل لا تشغل شخص ثاني يشغلها هي ما تعمل شخص ثاني يشغل العبارة الآن جاءت الأطل تماما التوقعاتي فمن نرى لفرصة الأطلال تختار الأطلال استطيع أن أقول بصراحة لو كان من نظر الأطلال بأي وقت ما ضف سي فمن نرى كل ما أقول اللي هي سي سأختار بصراحة عندما سأخبر سي نستمتعنا تماماً لو جداً بالجميع وسائل الترفية فحتكون جداً هي معناتها جداً يعني so much وانجوي بجميع وسائل طبعاً هي حسب الترجمة بالعربي راح تكون بالبداية فهنا قدنا استمتعنا يعني معناتها استمتعنا ثلاثي جداً سمتعنا جداً بلسل 9C عندك هذا كل مهم هذا السؤال هذا يأتيك بسؤال الإملاء يأتيك بسؤال الإملاء اللي هو موجود بالكتاب بلسل 9C هذا المطلوب منك شنوه مطلوب انه اكو اسماء وفعال راح تحولي الى الصفات بطافة حروف معينة فعندك تتصير اتراكتف بس مجرد اضيف إليها كristine steak enc Gods تتصير اتراكي wnfer حرف P تحذف واضيف إليها إن جي testa t will be in os لاحظ محتاجى نحذف وار نضيف لها مقطع يولر مقطع يولر صفتي بالمر يعني يرى ترجمة تختلفها من لون إلى زاهر الألوان من بهج فعل مبتهج ي преимуществ ليب忍 طبعا هذا قليلا بها بالمسألة نلطفها حتى لا تنساها تنزل المقطع الأول مين وعندي ولد اسمه أنس أخذ باللغة الإنجليزية أخذ عشرة فمين تين أنس يعني عشرة أخذ أنس المين ننزلها مقطع تين أحذفها تين عشرة الولد شي اسمه أنس فأنس أخذ عشرة عشرة أخذ أنس أو شي عشرة وبعد أنس سكيوريتي طبعا هم من المهمات جدا بعد هذا يعني ما كل شي مهم المهم بأنه تعرف شوكة السنز وفور سألفنا على المحاضرة التي قبلها نختار فور إذا كان وراء الفراع لدينا أي أو آن أو ذا والسنز الباقي هنا عندي كلمة ما بدأت بأي أو آن أو ذا نختار سنز هنا كذلك أي آن ذا ما عندي إذا نختار سنز ننتهت باس رح أختار فور انتهت باس رح أختار فور بدأت بأي أختار فور ما بدأت بأي أو آن أو ما انتهت باس نختار سنز هذا سؤلفنا به هذا التمرين أخذنا من المحاضرة السابقة هذا كذلك هذا اليوم سؤلفنا به ما كل هذا عندي هذا التمرين التمرين هذا مهم هذا الي بالكتاب سيكون بصحيفة مية وخمسة عشر كل شي مهم هذا يجيك على شكل اختيارات طيب هذا كل اختيار بقاعدة كل شي مهم وكل شي سهل عندي أولا I haven't seen a good film فراغ last January هل أختار سنز لو فور لو فرم قلنا نختار فور إذا كان وراء الفراغ كلمة بها أي أو آن أو انتهت باس أو بدأت بلاست هنا عندي كلمة لاست إذن راح أختار سنز when we got to the cinema the film started طيب هل أختار already أم had أم has لاحظوا معي أول شي عندي وراء الفراغاني عندي كلمة انتهت بشنو كلمة انتهت بإيدي تمام يعني هذا فعل تصريف ثالث إذن راح أستبعد إذن الاختيار صار ما بين had وما بين has أنا هنا الفعل عندي شنو عندي بالماضي get هي المضارع e all ماضي طالما عندي بالماضي أنا هنا راح أختار كذلك ماضي إنها جملتين had started طبعا هذا فرح أختار had هذا مضارع ال had هي الماضي هذا الموضوع ونفسه أسأل شرحناه قبل شوية ماضي التام وماضي البسيط فشوف هنا ما عندي دلالات عندي وين حالها حال last الذي سولفنا بيها بس ها تأتيك على شكل الاختيارات وين راح تسويها بالماضي تائما مثل قاعدة الوحد الأولى وين تكون وراها الفعل الماضي الاخرح يكون بال past perfect الماضي التام هاي الشون راح تجي راح تجي على شكل الاختيارات عندي هنا ماضي قط إذا لازم اختاره هنا اختيار ماضي ياهو الماضي بيناتهم وردي ما ماضي مضارع هاس مضارع هذا ال had الماضي النقطة رقم ثلاثة هاو ماني لترز فراغ so far today هاو ماني لترز so far today عندي هنا سوفار سوفار تعاملها معاملة يت يعني كأنه هي يت 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 طيب من هي يت يعني شنو؟ يعني راح تكون عندي مضارع تام يعني تكون عندي من have و pp طيب كأنه هي ever كأنه هي just كأنه هي already كأنه هي yet تتكون عندي من have و pp هذا هو ال have والتصريف الثالث يعني من نشوف so far اختار مباشرة have والتصريف الثالث لا تختار ال have وال ing هذا مضارع تام مستمر من نشوف so far سوف اختار have والتصريف الثالث لأن الظرف يدل عن مضارع تام البسيط عندي رابعا بعد ما شرحنا هذا الموضوع لكن سهل بابليون سيتي فراءة ال people like to go sight seeing is a beautiful place عندي سيتي هنا سيتي للمكان سوف اختار دائما و هي المكان و where و هي المكان و where لأن سيتي هي مكان خامسا هاي وزارية هاي الجملة كلش مهمة اي فرا to china yet but i would like to one day هل they didn't go lo haven't been lo haven't been هذا الشرحنا بالدرس قبله اللي شوكي تختار بين و شوكي تختار طيب انا هنا عندي yet yet تدل على اي زمن هي و ever or already و just على زمن المضارع التام البسيط ال present perfect يعني اما يتكون مع عندي من have و has و ال p p اذا ندد انت رح استبعدها انا ليش لان عندي انا yet طلت lo haven't been lo haven't gone ارجع الجدول اللي انطيت لك نختار gun اذا كان عندي اما مضارع is r am او كلمة be back راح اختار been اذا كان عندي never او there او فعل ماضي مثل had او would طيب هنا ش عندي عندي ماضي اذا اش راح اختار اخترت been لاحظت دائما و هي فعل الماضي اختار لي been a thief got into their house because they for the door طيب هنا ش عندي عندي كلمة because هال because حسب الجدول اللي اخذنا بداية الدرس من عندي because اللي ما بيها o شوف عليها او after راح اكتب وراها had و ال p p طيب ثلاث اختيارات انت عندك haven't looked لو haven't been looking لو hadn't looked عندي because راح اختار وياها had و التصريف الثالث كذلك لو كان عندي after راح اختار هاد و التصريف الثالث شوفوا القوس اللي قبل وخلاها بزمن الماضي البسيط الماضي ما لقيت و got طيب سوهايب فراغ who's brother lives in California is planning a trip to the USA ها ان شاء الله راح نشرحها بدرستي القادم لجمع الوصلية من راح يكون عندي اسم سوهايب و brother اسم من يكون اسم و اسم دائما راح تختار who's من يكون اسم و اسم اختاره و ازلات اختاره راح نشرح هاي الدرس الجاي ان شاء الله مع موضوع جمع الوصلية spend the whole night awake looking at the stars هل اختار have you ever لو did you ever لو had you ever طيب نحناني هناش عندي لاحظ ورا الفراغ عندي spent كل ما انتهت بشنو ابتي يعني هذا تصريف ثالث لان المجرد مالتها تكون spend يعني ما كو t ومكانها d s p e n d طيب الدد يجي وراها فعل مجرد يعني لو كان هنا اكو d كان ممكن نختار دد بس هي ما د اذا راح استبعد هذا الاختيار الدد يجي وراها فعل مجرد بما انه تصريف ثالث تصريف الدد ما يجي وراها دائما يجي وراها فعل مجرد هذا عندي تصريف اذا استبعد الدد اذا راح يكون بين ال had وبين ال half لان هذه يجي وراها تصريف ثالث وهذا يجي وراها تصريف ثالث طيب عندك هنا have you ever وعندي هنا had you ever ال ever ها تجي ويا من ويا الماضي للمضارع راح تكون لي ويا المضارع طيب ياه المضارع هل هو هذا المضارع ام هذا المضارع هذا المضارع اذا اخترنا هاي ها تصريف ثالث اذا استبعدنا لاندد يجي وراها مجرد اذا اختيار بين have you ever و had you ever عندي كلمة ever بالاختيارات ever و yet و just و already كلها تجوية المضارع اذا اخترنا ها تسعة لاحظي عليها بس ركزي على هاي الجولة i am in a really good mood because for all my exams هنا عندي because احنا دائما سولفنا انه من نشوف because دائما او after اللي ما بي او راح نختار دائما هاد و p p صح بسيش وكت من راح يكون هنا عندي ماضي يعني شوفوا هذا مثلا هنا عندي هذا because لاحظ على هذا الفرق بين هذا المثال هنا عندي because و هنا عندي because هناش عندي عندي got عندي بالماضي لكن هناش عندي عندي am بالمضارع فانت ركزي على هاي الجولة ما يجي غيرها كتب عليها يا ما الشاذة من يكون عندك because و am دائما مباشرة اختار have و p p من يكون عندي because و am يعني because هنا مضارع راح يكون هنا وراه يكون هم تام بس مضارع تام من يكون because و am اختار مباشرة have و p p ما اختار have ترى هنا هم اكو have و just بس هنا شنو شوف ing لا هذا مضارع تام مستمر وهنا i was لا من يكون عندي am و because انا راح اختار have و p p لسن 10c هذا كلش مهم هذا التمرين اللي هو بالكتاب لسن 10c يكون عندك بصحيفة 118 هذا يجيك على شكل match او بوكس مثل ما حد تشوف انه ممكن الفراغ يعني يجيك كفراغ يعني مطلوب انك انه تحفظ الفراغ لكن احتمال ضعيف كل شي يجي فاذا تضبطه ك match او بوكس او بوكس امورك ان شاء الله زينة ف make certain انشور هي مرادفة forever indefinitely a time limit مهنة زمنية deadline يعني بس جواتها خط ازرق about to happen around the corner take any quickly snatched health well being very important احد السناطوزاري يجد اجد اجد انه take any quickly اجد فاسناش ماذا يجي مثلا ما يكسيرت ان يقولك يا انشور طيب take any quickly شنو واحد قوله snatched واحد جوازه القطع ان شاء الله نخصص لها بعدين درس واحد ظللنا جملة الوصلية ان شاء الله سيكون درس واحدة منفصل وبهذا تخلص الوحدة ان شاء الله تحياتي